صباح الخير كاثي، صباح الخير مرة أخرى ألكساندرا وصباح خاص لكافة الزملاء في الستوديو ولكافة المشاهدين نتواجد في بلدة ساكب وهي من المناطق التي تكون غرب محافظة جرش في الواقع هناك مبادرة للمواطن وعامل الوطن محمد العياصر أبو زكريا وهي مبادرة صرخة عامل وطن لتكريم المصاحف ذات الأوراق التالفة ونتواجد في هذا المركز حيث هناك غرفة عمليات لدى أخونا محمد أبو زكريا ليحدثنا عن طبيعة هذه المبادرة والتي تمت تسليط الضوء عليها نظرا لأهميتها ونحن اليوم من خلال برنامج يوم جديد أحببنا أن نسلط الضوء على هذه المبادرة الله يعطيك العافي بداية وصباح الخير هلا يا سيدي صباح الخير أنا مبادرتي بدأت من السبعينات ومرقة المراحل حتى ورسلت المرحلة هاي مبادرتي تكريم المصاحف ذات الأوراق التالفة وكل شي باللغة العربية لأن لغتنا العربية بتعز علينا لغة القرآن ولغة أهل الجنة أنا بجمع من جميع أنحاء المملكة عمل له مكتبي هون اللي ممكن استصلاحه من استصلحه ومنوضعه مرة ثانية مجاناً اللي مش ممكن استصلاحه إحنا عامنين له بيت نار بسعة ستلاف سبع تلاف نسخة خلال 24 ساعة كبايت كازو عود كبريت بكل رماد زي ما بشوف والرماد إحنا منقول ليش أبيض لأنه هذا ما ياخذ حقه بالحريك يعني مستوي بالحريك كامل واللي زادني اهتمام بالموضوع مقابلة جلالة الملك حفظه الله ورعاه دعاني لمقابلته وكان إلي شرف عظيم أن أقابل جلالة الملك والجلالة الملك معطي اهتمام كبير لتكريم المصاحف وتكريم اللغة العربية وكمان جلالة الملك دعم المشروع بكم حديث اللي ساعدني على أن أجو فيه جميع أنحاء المملكة وجزاء الله خير وهذا ليس غريب على هاشميين أسلال جلالة أسلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله وحفظ الله لأردن بالأمن والأمان وأدام الله عمر جلالة سيدنا عبد الله الثاني واشكرا نحن موجودين في قاعة موجود فيها العديد من المصاحف اللي قمت أنت بجميحها طبعا من عدد من المناطق في المملكة ومحافظة جرش والعديد من المحافظات المجاورة وهناك في الداخل قاعات أخرى لكن طبيعة التصوير لا تسمح لنا بتصوير كافة الموجودات بدنا تحدثنا عن هل هناك لديك أعداد هل هناك قصص واجهتك خلال هذه الحملة التي تقوم بها منذ سنوات الحمد لله أنا باقي اللي باجمعه هون اللي بعمل له عملية فرز اللي ممكن استصلاحه من المستصلحه من وزعه مرة ثانية إحنا صرنا مطلعين لغانا عشر تلاف نسخة مصحف لغانا؟ لغانا دول إفريقية لدول إفريقية صرنا مطلعين لهم عن طريق البحر وعن طريق الجو عشر تلاف نسخة مصحف هاي زي ما بشوفه هنا في مجموعة هاي هون اللي منستصلحه ومنفرزه مرة ثانية هاي كمان هون هاي كمان المنطقة هذيك منستصلحه ومنعبيه في كاراتين ومندوه ومنوزعه ومنوزع لجميع أنحاء المملكة كل واحد بحاجة لكي تقلل لنسخة مصحف جميع الأحجام صغير كبير قصط حتى عندي جناء في المكتبة جناء أحد الكتب الثقافية والكتب الإسلامي والمجلدات كمان أنا ما بحركة منوزعها مجانا لكل واحد بريد الهد بدنا نرجع نحكي عن محتويات هذه الطرود المختصر في تفسير القرآن الكريم يعني هذي نسخة جديدة ولا نسخة قديمة هاي نسخة جديدة بجيبها من جمعية الغراء الله يزيهم الخير كل طرد هذا في 36 مصحف جاهزات من شحنهم إلى الدول الأفريقية هاي عنده هون هاي كمان عندنا هون يعني عندك مجموعة كبيرة الله يعطيك العافية طيب يعني في رسالة بتحب توجيها للمواطنين لأئمة والوعاء في المساجد بشكل عام ما هي رسالة؟ والله أنا رسالتي اللي عنده كتاب لا يهمل فيه لا يلقي فيه في منطقة ما بتلوق فيه خانقوا عسبيل الكتب المدرسية كل كتاب ما بيخلق أوله بسم الله وآخره بسم الله تم بحمد الله وهاي لغة العربية وأنا بوجه نداء لوزارة التربية والتعليم إنهم يعملون لهم حل يعيدوا ترتيبها يعيدوا عادتها أو يعيدوا ترتيبها مرة ثانية كمان نداء بوجهه لأئمة إلى وزارة الأوقاف الله يزيهم الخير إذا عندهم بجميع أنحاء المملكة مصاحف أوراك كتالف ثاني أنا على استعداد استقبالها بساكب وأهلا وسهلا يعني أنا بصراحة بدنا حابين نحكي بصراحة بنهاية رسالتنا يعني عملية التجليد أنت يعني مشكور عليها لكن هي يعني ليست من النوع الحديث لكن هناك يعني كما أسلفت قبل يعني ما نطلع على الهوى كان فيه هناك حديث بينه وبينك يعني كنت تتمنى أن نكون فيه هناك جهات تدعم إعادة تجليد هذه المصاحف المصاحف في هذه الموجودة لديك وعددها بالآلاف كما فهم والله كمان أنا بشكر الدكتور نظال المكتب الوطني كمان بتعاونوا معي بأخذوا كمية بجلدوهن برجوهن برجوهن واخذوا كمية ثانية كل شكر للدكتور نظال وإحنا بدورنا بنشكر الدكتور نظال عياصر مدير عام المكتب الوطنية التابعة لوزارة التقافة وإحنا كمان بنشكرك وإذا بتحبت يعني آخر رسالة بتحب تحكيها كمان بشكر جمعية الغراء ممثلة بالأخ الرياض والله يزيهم الخير كمان بتعاونوا معنا إذا بكونوا عندهم مسخ كمان برسلوها ومنوديها للدول الأفريقية بيستفيدوا منها الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية وكل الشكر والأمتنان للتلفزيون الأردني نعود إليكم زميلاتي كاثي وألكساندرا في استوديو برنامج يوم جديد لاستكمال باقي فقرات البرنامج